العشوائيات في العراق كارثة سكانية تحدث عنها موقع المونيتر واصفاً إياها بأنها مناطق تقع خارج سيطرة الدولة وتتألف من أراضٍ استولت عليها الميليشيات وجرى بيعها للمواطنين بمبالغ مالية كبيرة مؤكداً أن سياسيين وزعماء ميليشيات هم من يديرون هذه الأحياء العشوائية الموقع الأمريكي بيّن أن غالبية هذه الأحياء العشوائية بدأت تظهر بعد عام 2003 لتصل إلى نحو خمسة ألاف منطقة عشوائية في العراق كما تحدث عن وجود أراضٍ في بغداد ولسيما في منطقتين الكرادة والجادرية استول عليها السياسيون وزعماء ميليشيات فأنشأوا أحياء عشوائية فيها وباع المساكن فيها بنحو عشرين ألف دولار في استمرارٍ لمسلسل بناء العشوائيات في أملاكٍ تابعةٍ للدولة المونيتر أشار إلى وجود تحدياتٍ عديدة تمنع مناقشة قانون العشوائيات في البرلمان الحالي وأن البديل تمثل بوجود خطةٍ حكومية لتأجير أراضي العشوائيات لقاطنيها مقابل رسومٍ مالية على الرغم من افتقار هذه المناطق إلى الخدمات الأساسية كالشوارع والمدارس والمياه والكهرباء وغيرها بحسب الموقع الأمريكي الذي بيّن أن سكان هذه العشوائيات ليس بإمكانهم تسجيل أطفالهم في المدارس أو استكمال إجراءاتٍ معينة في المؤسسات الحكومية الموقع الأمريكي ختم تقريره بأن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 عاجزةٌ عن حل مشكلة العشوائيات السكنية التي أنشأها وأدارها سياسيون وزعماء ميليشيات واصفاً إياها بأنها سياسيةٌ في المقام الأول فضلاً عن كونها ظاهرةً اجتماعيةً واقتصادية لتبقى بذلك العشوائيات في العراق أحدى وسائل تبيض الأموال غير المشروعة وسط فشل الحكومات المتعاقبة في إنهاء ظاهرة بدأت بعد عام 2003 وأصبح شأنها شأن الظواهر الأخرى التي استولدتها دولة الأحزاب والميليشيات بعد الاحتلال الأمريكي ترجمة نانسي قنقر